اشتركوا في القناة وصفحة بيروت سيتي على فيسبوك وذكر كما في بداية كل حلقة ان كل ما سيرد على لسان ضيوفه وعلى مسؤوليتهم الشخصية ويمثلهم بشكل شخصي من دون ان نتبنى اي شيء من تلك المواقف ضيفي في حلقة الليلة هو المحامي إلي محفوظ رئيس حركة التغيير اهلا بك اهلا بك ستاستوني كيفك تمام على معوض عليك بنبرتك العالية بمواقفك الصريحة والجريئة لما كنت مع رئيس عون بالتسعين كانت هايدي نبرتك قبل التسعين كمان وقبل التسعين واليوم هايدي هي النبرة ولكن المكان اه تغير رح نبدأ نحن وياك مباشرة بأول سؤال سؤال محرج بالشخصي سؤال محرج بالشخصي تقول إنك بتحب البطريارك الراحل ما نصل على بطريارك الصفير صح؟ أنا ما بقوله أنا بمارسة بتمارسة سؤال هل كان إلي محفوظ من بين المعتدين أو المحرضين على الاعتداء على البطريارك الصفير في بكركي عام تسع وثمانين شخصيا لم أكن متواجد أثناء ارتكاب هذه الجريمة ولكن حرطت عليها لا لا ما حرطت لأنه إذا بتسمح لي وهي دي ضروري لرأي العام يعرف شو صار بلحظة نحن كنا بساحة ساسيم الأشرفية كان الهدف الذهاب إلى مكاتب ومنازل النواب اللي كانوا عم يشاركوا بالطائف وإذ بلمح البصر بتطلع أصوات على بكركي على بكركي بتطلع مجموعة على بكركي وصار اللي صار نحن كنا بقينا بالأشرف مش مجموعة اللي تركت ساحة ساسيم طبعا كان في تحضير كان في حشود نعم أنا عمقول بساحة ساسين اللي تركوا هني مجموعة طبعا أكيد كان في تنسيق أنا لم أكن على علم بأنه كان يحضر شيء ما باتجاه بكركي هلأ اللي صار تاني يوم أنه نتيجة التحطيم اللي صار والتكسير والاعتداء والتحطيم والتكسير بيظلوا واحد يبلعوا طوني هلأ عم تحكي بس الإهانة الشخصية لا لا بس بدأ لك هلأ عم تحكي عن الحادثة وكل ما تنذكر قدامي فعلا من الأمور اللي قليلي بحياتي اللي بتخليني ارجع ارجف من أول وجديد لأنه هذا أمر لم يحصل حتى بزمن العثمانيين طيب هل لديك الجرء اليوم اللي محفوظ أن تقول من كان وراء هذا القرار بالتوجه إلى بكركي وإهانة شخص البطريارك والتحطيم والتكسير أستاذ ثوني الموضوع مش إذا عندك جرأة أولا تملك جرأة أنت بتعرف كل الناس بتعرف أنا بقول أمور مثل ما هي لكن كمان أنا رجل قانون نعم وأملك ضمير ما بقدر بيجي بقول إذا كانت أجهزة المخابرات أو العماد عون شخصيا أو التمجاريا اللي كانت حده قررت هذا القرار لكن الأبشع والأخطر مين اللي صدر القرار هو مين اللي هيأ للاعتداء على البطريارك مين اللي هيأ؟ اللي هيأ هو تصريح وكلام العماد مشيل عون بهذاك الوقت يلي كان رافض لسياسة بكركي ونهج البطريارك سفير العماد عون والمجموعة السياسية المقربية المقربة منه تنفي لغاية اليوم أن يكون لها أي علاقة بما حصل في بكركي وبتقول اللي اعتدوا على البطريارك معروفين وهن ينتمون إلى فريق سياسي معارض يعني ذو في القوات اللبنينية وبعض الأفريقاء السياسيين المناغدين ونحن لا علاقة لنا لا من قريب ولا من بعيد في هذا الاعتداء حضرتك بهذه الفترة أو بتلك الفترة كنت من الأشخاص القياديين الفاعلين المقررين المنسقين بما كان يعرف بالعونية اليوم سنتي يا الوطني حر صحيح هل توافق أنه العونية نهارة ما كان إلوان أي علاقة في هذا الاعتداء على البطريارك بسفير مش مظبوط على الأطلاق أو تؤكد أنه كان إلوان علاقة وأكد أنه التيار العوني هو من حرده وشاركه وساهمه لأنه بعدني عم خبرك رواية حصلت معنا من بعد النواب اللي كانوا بالطائف كنا بساحة ساسين العونيين بين مزدوجين ونحن اللي صار اعتداء على إزاعة صوت لبنان ونحن اللي اعتدينا على سيارات بعض النواب ونحن اللي اعتدينا على بعض منازل النواب وبالتالي بطبيعة الحال أنه قول أنه لا التيار العوني هو اللي قام بهذا الفعل وتأكيداً على اللي عم نحكيه استيس توني البطريارك الله يرحم المطران رولون أبو جودة اتصل بقيادة الجيش وسكن يتصرب على بعد أمتار من الصرح البطرياركي بعد ساعتين وربع لوصلة قوة عسكرية إلى الصرح البطرياركي بوقت كانت قادرة تاخد قداش بده وقت عشد قايق ربع ساعة نصف ساعة تركت الأمور على ما هي عليه لحتى يصير اللي صار وصير التحطيم وصير التكسير وتصير كان المطلوب إهانة البطرياركي الماروني طيب ليش بعد هذه الحادثة إليه محفوظ لم يعلن التمرد والانسحاب ورفضوا ما حصل في بكركي بتلك اللحظة وقت الحصل الاعتداء على بكركي كنت أحد المصفقين كنت أحد الفرحنين طبعا بكل شرعة طبعا لأنه يقال إنه إليه محفوظ كان من المحردين أو من المشاركين خلينا نلغي اثنين ونختصرهم بالمصفقين طبعا أنا مش بس مصفق كنت مقتنع بكل شي عم بقوم فيه لعماد ميشيل عون والسستوني حدث أكتر من حادثة على مرأة ومسمع مني وبقيت إلى جانب العماد ميشيل عون لأنه مثل شو في جملة مثل شو لحب أكتر من حادثة مثل شو هلأ بقلك في جملة مكتوبة بمر شربل كتير حلوة اسمها شربل سكران بأله ونحنا وفي تشويق خطير نحنا طبعا أكيد بس أنا أنا استعارت هذه الجملة لقلك نحنا كنا سكرانين بالعماد ميشيل عون بهذاك الوقت وبالتالي كان عنا كأنه نوع من انعدام للعقل وللمنطق وللتفكير السليم لكن مع الوقت و شو اللي كان خليكم سكرانين هالقد بالعماد ميشيل عون هل بالفعل بدلتوا العسكرية وطنيته أو انتقامكن من القوات اللبنانية اعتبرتوا إجامين يخلصكن من القوات اللبنانية فأنتو ماشيين معو حتى النهائية لك عدة عوامل عدة عوامل لا شك أنا بنضيع اسمها عند يلي هي مقلع الجيش وباي عسكري وأمومتي عسكر وقرابيني عسكر وجده كان عسكري حتى عن قيام الجيش الفرنسي وبالتالي هيده بيقتي بغض النظر أنت اليوم ما سكرت بميشيل عون هذه السكرة العجيبة إلا لأنه اعتبرت أنه رح يخلصك من سمير جعجع وما يمثل سمير جعجع على الأرض يومها مش بس من سمير جعجع أنا شفت فيه الحلم يلي ما تحقق ببشير الجميل نعم قبل ما أنقل إلى الاختيارات المحرجة ما رأت على جملي أنا كنت إلى جانب العماد عون وصار أكتر من شغلي خطيرة وأنا ما فلت مثل شو يعني على سبيل المثال يعني مثلا كان يزوروا بعض الأشخاص القيادات السورية أو ضباط بزمن الاحتلال السوري كانوا يشغلون مناصب حساسة بهذاك الوقت وكنت شوفهم عنده حتى بأيام الهوت ميزون وكنت قول أنه هو بيعرف أكتر وهو عرف شو عم يعمل كنت تشوفهم عنده بأيام الهوت ميزون كمان أم بحكيك بالأربعة وتسعين ومع هذا كله بإي تسكران مش بس هيك في حادسة ما بعرف إذا بيسمح الوقت خبرك إيها بتأكد اللي عم قل لك إنه مش مظبوط العماد عون ما كان مع السوريين عدا عن إنه الرسالة اللي بيعطى لحافظ الأسد مظبوطة هذه الرسالة أنا ذكرتها بكتابي خديعة العصر ولكن كثير أكتر بيقولوا إنه هذه خبرية مفبركة طيب إذا الرسالة خطأ الصور خطأ صوره بسورية علي أسلان ومصطفى طلاص وعلي دوبا وحكمة الشهابة وكل القيادات السورية اللي كانت قريبة من حافظ الأسد وقت اللي كان قائد جيش عم بحكي إنه هو عمل قائد جيش بالأربعة وثمانين عم بحكي كانوا هذه الصور بالستة وثمانين وملفت بأحدى الصور قوة عمر واقع على الأرض كمفروض وملفت بأحدى الصور بروز وج مشال سماحة بأحدى الصور هونيك اختيار محرج أول اختيار محرج رح نشوفه نحن وياك سوا سمير جعجع التسعين مشال عون التسعين اليوم من يختار إلي محفوظ أختار بعد كل اللي حصل أختار سمير جعجع أنا خدعت من العماد ميشيل عون إذا خدعت من ميشيل عون يبرر اختيارك لسمير جعجع أنت عم تخير رباني شخصان متذكر تصريحك عن سمير جعجع طبعا متذكر طبعا وبعضهم موسقين ومكتوبين يعني لليوم أدي عم بيمرق ناس أوقات وهجومات وكلام يعني بعد يمكن ما وصلوا للسقف اللي أنت كنت فيه بالتسعين بتهجم فيه سمير جعجع اليوم بالالفين وواحدة وعشرين عم تختار سمير جعجع التسعين على ميشيل عون التسعين وضميرك مرتاح في ثلاث تلاف شهيد تحت الطراب نتيجة نتيجة إيصالكم هذه المرحلة أنا سمير جعجع ما خدعني بهذا الوقت أنا ما نقعته زعيمي وقائد وما نقعته الإدال أنا نقعت شخص رفع شعارات أنه هو ضد الاحتلال السوري وكان فاتح قنوات مع السوريين أنا ما عم بحكي على خديعتك أنا عم بحكي في اليوم أنت من موقعك اليوم بعد عشرين سنة أو ثلاثين سنة بعد ثلاثين سنة عم بقلك سمير جعجع بالتسعين وميشيل عون بالتسعين من تختار الفرق بين وبين بقيت ضيوفك الظاهر أنه لأني عم جاوبك فورا أنا جوابتك بكل أريحية بكل راحة ضمير وبكل قناعة أختار سمير جعجع لأنه ميشيل عون خدعني بهذاك الوقت ياريت عندي خطاب لإلك قديم حط الله في عندي كثير استيسطوني موجودين بالأرشيف المجرمين القتلي السفحين المحششين اللي هجروا الناس اللي هجروا الناس بتعطوا مقدرات اللي يعني ما تركتوا صفة جاي اليوم يعني كيف بدي أنا اليوم اقتنع أنه هيدا الشخص اللي بالتسعين كان يقول هذا الكلام اليوم جاي يقول لي أنا كنت غلطان سوري أنا بدي أختار سمير جعجع وثلاث تلاف شهيد اللي تحت الطراب شو بتقول للي بيكون ملحد ويرتد إلى الديانة المسيحية الملحد اللي يرتد مصري برقة بتدام إنتوا اليوم إذا أنت عم بتقول كنتوا هالأد مخطئين يعني في برقة بتكون دم ثلاث تلاف شهيد تحت الطراب في أكتر من ثلاث تلاف حرّبتوا على قتل على قتلهم وعلى أنهم يتقاتلوا ببعضهم في ناس تهجرت أو في ناس تدمرت في أكتر من ثلاث تلاف شهيد سألتني بكل وضوح وجوابتك بكل راحة ضمير وبيوضوح اختيار آخر 13-20 13-20 هذا اليوم المشؤوم على الكثير من اللبنانيين السؤال هون بدوا جراء إليه محفوظ اليوم بيعتبر أنه كان مفروض تسير 13-20 لإنهاء الحالة العونية من الوضع اللبناني أو لم ما كان لازم تسير 13-20 أكيد ما كان لازم تسير هيده مجزرة على إبادة على يوم مشؤوم على كل حدا شارك وساهم بهيدا النهار من قصف لطواطق مع السوري لدخول على المناطق الحرة لاعتقال الضباط السوريين كل شخص ومشان هيك أنا بقول مش بس كل الملفة لاعتقال الضباط اللبنانيين نعم لأنه اعتقال الضباط اللبنانيين اللي يقتيدوا من وزارة الدفاع نعم لبنانيين وهون بدي أذكر حادثة رئيس الغرفة العسكرية بهذاك الوقت أو رئيس غرفة العمليات باعتقد كان من بيت فرح باعتقد العميد جون فرح جون فرح أجرى اتصال بالعماد إميلا حود من بعد ما سلموا الإيادة ميشيل عون الجنرال ميشيل عون قال له باستحلفك تجي تاريخ لبنان ينهب من أرويقة وزارة الدفاع من قيام فخر الدين أي ساعة شرف حضرته يا باللال يا تاني يوم كان بهذا الوقت اقتيدوا الضباط باعتقد عمر شهاب الله يطول بعمره فؤاد الأشقر فيس كرم اكتار من الضباط يلي اقتيدوا وبعيوا باعتقد ما لا يقل عن ثمانة شهر بالسجون السورية وبالتالي هذا يوم مشؤوم ملعون لابد من فتحه يوما ما وبعدنا لليوم عم نعاني من المعتقلين بالسجون السورية بيمقدمون راهبين أنطونيين بعضهم لليوم أخدوهم بالبيجامات من ديرهم دير الألعاب بيتمري لماذا لا يطالب الرئيس عوني اليوم بهؤلاء الأشخاص باعتقد باعتقد الديل يلي عاملوا مع النظام السوري ديل ديل صفقة يعني أكتر من ديل ديل هي اتفاق صفقة أخطر بتمنعه وتسحب منه الجرأة ببحث تفاصيل المعتقلين الستمائة واثنائة وعشين بالسجون السورية وهون وصلتني على نقطة بدي أولى هذا الملف يلي قدم أضجعي وجعلني أبتعد عن العماد ميشيل عون بآخر لقاء بستة وعشرين آب الفين وخمسة شو صار بهاللقاء؟ كان آخر لقاء ليش؟ لأنه طلع على الجديد بتذكر وقته وقال عم تسأله باعتقد صحفية إنه شو بالنسبة للمعتقلين بالسجون السورية قال له وقتها نحن ما عنا معتقلين وسألته قال لي التيار الوطني ما عنده معتقلين قال له ما كان فيه تيار وطني طبعا هيدا اللحظة قد أعترف اليوم وقال لك يمكن الروح لقدس أعطاني هيدا القوة بلحظتها إنه ابرم ظهري وامشي وتبلش المسيرة الجديدة اختيار آخر الحرف الثوري الإيراني جيش لبنان الجنوب المتعامل مع إسرائيل والذي يتهم بالعمالة من تختار؟ جيش لبنان الجنوب لبنانيين إيرانيين أختار ما هو اللبناني المتعامل مع العدو عميل لبناني يحمل هوية لبنانية يعني انت خبرك شي هلأ فيه مفارقة خلينا نحكي بلسان مجموعة كبيرة من اللبنيين أنت تختار مجموعة تعاملت مع إسرائيل لاحتلال لبنان على مجموعة غير لبنانية ساهمت مع لبنانيين لتحرير لبنان من الاعتداء كيف بدي أبرر لك هذا الشي حضرتك عم تقول ساهمت بتحرير لبنان هذه وجهة نظر هذه وجهة نظر أنا لا أقتنع ولا أوافق على أنه الحرس الثوري بالنسبة لأيلي الحرس الثوري مخرب إرهابي دمر لبنان وصلني إلى ما عندي حب الدواء ما عندي مستشفى أضاطي عم بتفل أطبائي عم بتهاجر جيش لبنان الجنوبي هذا لا يعني أنه أنا مع جيش لبنان الجنوب بس أنت حطيتني أمام خيارين بين جيش لبنان الجنوب وبين الحرس الثوري إلاني حكماً وحتماً جيش لبنان الجنوب تعتبر جيش لبنان الجنوبي عميل طبعاً كل حدا بتعامل مع دولة أجنبية بالنسبة لأيلي عميل مين مكان يكون اختيار آخر البطريارك سفير البطريارك الراعي بختار ولا بشرح بختار البطريارك سفير بدون شرح لا بدي أشرح لا بدون شرح أوكي خلاص البطريارك سفير مثل ما بتريد تعتبر البطريارك الراعي اليوم باستطاعته إنقاذ لبنان طبعاً شارل المالك قال يوماً ما في خوف على لبنان إذا دمر لبنان بكيركي تعيد بناء لبنان بس يويلنا إذا بتخرى ببكيركي وبيظل وجود سيدنا البطريارك الراعي أنا على اطمئنان وبنامع مخديتي مرتاح إنه نحنا بأمان هناك من يتهم دائماً الرئيس العماد ميشيل عون إن لم يكن بشخصه بمن يحيط به أنه دائماً يستهدف بكيركي يعني على أيام البطريارك سفير صار ما صار وحكينا ببداية الحلقة اليوم بعد إعلان موقف الحياد من البطريارك الراعي شفنا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بتخوينه بتوجيه الإهانات لأله وما إلى هنالك لماذا دائماً بكيركي هدفاً للرئيس العون أو لمن يحيط بالرئيس العون جواب بالتحليل المنطقي بدك تشوف إلى الجهة التي ينتمي إليها إلى الفريق السياسي الذي ينتمي إليه يعني اليوم مش أنا عم قول هو بيقول وفريقه بيقول أنه هو مع النظام السوري هو مع إيران هو مع ميليشيا حزب الله وبالتالي هؤلاء الثلاثة شوف موقفهم من الكنيسة المارونية بتعرف ليش في دائماً تصويب من قبل هذا الفريق بيأتجاه بكيركي بهالأد بساطة هلأ عقائدياً وفكرياً هو بيفكر هيك ما بعرف بس بالمنطق طالما ينتمي إلى فريق يناهض البطري الكي المارونية هيدا اليوم بالتسعين العماد عون لم يتغير هيدا اللي هيدا اللي اكتشفته لاحقاً ويلي حطيته بكتاب خديعة العصر انه نحنا اللي ما كنا عارفينه للعماد عون دخلك بدي اسألك ما هو الفرق بين ايميل الحود وميشيل عون ما حافظ الألقاب أنا لو طلع العماد مشيل عون بهذاك الوقت يقول وينهج بذات الأقوال وبذات نهج العماد ايميل الحود أنا ما بمشي معه أنا وكتار غيري اختيار آخر السؤال نحنا عم بنشوف بيار رفول وعم بنشوفك لألك بصورة يمكن هيدا بآخر لقاء جمعك صحيح العماد بيشيل عون السؤال من كان انقلابيا أكثر بتاريخه اللي محفوظ على العونية السياسية أم بيار رفول على القواتية أو القواتية السياسية اللي هو كان أحد أركانه يعني في واحد كان قواتي صار عوني متعصب ضد القوات اللبنانية حتى العظم واحد كان عوني متعصب اليوم صار متضامن أو متحالف مع القوات اللبنانية بوجه العونية اللي كان هو فيها بكل فخر من بكل فخر وباعتزاز وما رح قول الكلمة المستهلكة بتواضع انقلابي على الحالة العونية بهذاك الوقت كان بدأ احنا منسميه بمجتمعنا الشرق رجال مع تقديري للسيدات كان بدأ رجال يوقف لأنه أنا أنت من إلى بيئة برجع بقلك جيش عونية عائلتي أهلي بيتي قريبيني محيطة كان بدأ جرأة واحد يقدر يوقف بهديك الفترة وأنا عنايت ما عنايت يعني هلأ مش وقت نقدر نقعد نشرح شو شو حصل خلال هديك الفترات الطويلة ما بعرف يعني ما بقدر أحكي شو كيف نقلب لأنه أنا ما كنت عايش بالفترة اللي كان هو وأنا بعرف أنه كان عم يعمل راهب أو خوري يا رفول ايه وبعتقد كان مدير مكتبه لفؤاد أبو ناضر يعني ريتا بي إحدى المنشورات بس لأ أنا انقلابي إذا بدي يسميه الانقلاب يلي هو فيه وعي وفيه نهضة أنا بعتز فيه وبيفتخر فيه بعتقد لأ كان بدأ مرجلة القصة وأنا تمتعت بهدي المرجلة كمان اختيار ميني بيشبه إلي محفوظ أكتر لما كان مع الرئيس ميشيل عون أو مع الجنرال ميشيل عون بالتسعين ما يخريش أو ودي عقل لحتى أكد على معلومة بس لحتى ما يوسق فهم اللي بدي أقوله وأنا الشخصين الكريمين ما بعرفون لأنه ما كانوا معنا بمرحلة النضال يعني أنا ما بعرفون صراحة تعرفت عليهم مؤخرا وقت اللي صار فيه انتقال هادئ لرئاسة التيار وعرفت أنه تعينوا المغالات تنيناتون بيغالوا مثل ما كنت أنا غالي بهذاك الفترة الحماس الطفرة بالتعلق بالشخص وتقليه الشخص بأعتقد ذات التركيبة ذات العقلية تزرع بأنه تقليه زعيمنا اللي بيكون عندنا ومعادات الآخرين من بيقنعك أكتر منهم؟ بيقنعوني بيشو؟ يعني بتحسوا صادق بمحبته لميشيل عون مش يهدف إلى مصلحة من ورا ميشيل عون ها كتير مهمة أنه في ناس بتغالي لأنه بدأ نيابي بدأ وجارة حرام ظلمهم أكتر ما هنم مظلومين هنم مش مظلومين مين قال لك مظلومين؟ مظلومين مظلومين ومعطرين يوف مين ظلمهم؟ لك أوقات بتظلم حالك من دون ما الناس تكون إلى مين مظلوم أكتر؟ يد بيضلمهم مين مظلوم أكتر ليوم؟ عن جد بقول حرام يعني بيشفق عليهم اختيار أيضا يوزيف أبو فاضل جان عزيز صحوة مين بتصدقها أكتر؟ الرجلين ابتعدوا يعني ببلش بأستاذ جان لو بعدوا لليوم مستشار رئيس الجمهورية ما كان ليدلي بما يدلي به اليوم ولو ما كان في خلاف بينه وبين الأستاذ جبران باسيل ما كان ليقوم بما يقوم به اليوم استاذ جوزيف أبو فاضل هو زميلة بالمحمد ريت وسمعت أنه على لسان مسؤولين بالتيار العوني بأنه طلب مواقع أو مراكز ولم يعطى هذه المواقع لذلك يقول ما يقوله لكن اعتقاده بفكرهم وبعائدتهم وبانتماءهم بأي لحظة ممكن يرجعوا إلى الحضن العوني تب ليما لا ما ينطبق على جوزيف أبو فاضل وجان عزيز ينطبق على إلي محفوظ لأنه أنا من الألفان وستة ستوني أنا صار ماري أربعة عشر تعرفنا شو كنت طالب بالألفان وستة رائب رائب شون كنا عارفين إذا هلأ رجعوا عرضوا عليك شي ما ترجع إلى ما كنت عليه رح صحيح حتى الناس كمان تسيق فهم ما قيل أول شي بيهديك الوقت العماد عون بعده راجع جديد من بريس كان بعده بالرابية وكان ما فتح له كل البواب لا 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 بلحصة عم نحكي كان بدهم رضاة عم نحكي بالعروضات اللي حضرتك عم تحكي عنها طيب كان في جاي انتخابات نيابية عمل أول انتخابات نيابية وكنت أنا أحد الأشخاص يلي عم يشتغلوا على الأرض بأدن وبأديدن لإيصال أكبر كتلي للعماد ميشيل عون إلى البرلمون أنا مارونة من عكار وعلى قانون الستين لكون واقعي ومنطقي يعني شو بده يعمل لي ميشيل عون بهذاك الوقت هو بيعرف أصلاً بالألفين وخمسة ما نزل مرشح بعكار عن المقعد الماروني لأنه بيعرف فيه نزلك بغير عكار ما هو نزل بكسروان هو اسمه ميشيل عون طيب أنا اسمي وشامل نزل بكسروان شامل صهره لميشيل عون يعني عم نروع على إذا بدك هيك خيارات فيه مثل إليه محفوظ ميات وألوف يعني وبوقتها نحنا كان الهم أنه نجح حركة العماد ميشيل عون ليوصل إليه ما أنتو فضل بين جوزاف أبو فاضل جون عزيز ما في مفاضلة يعني حرام أظلم الشخصين ما أنتو صدق أكتر يعني ما أني ما بحب استعملها لا على جون ولا على جوزاف أبو فاضل جون عزيز ومعزيز عالي بعتقد مش قصة تصديق بعتقد جون مقنع بالسياسة أكتر يقنع بالسياسة أكتر والمعلومات اللي عم بيقولها جون صحيحة برأيك لأنه تكذب دائماً يملك معلومات لأنه كان هو صار له قبل ما يكون مستشار الرئيس كان صار له فترة طويلة مع العماد ميشيل عون وعلى تماس معه أنا بعرف قديش كان يأمن لأله العماد ميشيل عون وعفكرة جون ضحية ضحية الصراع العائلة اللي كان حاصل ما بين الأبناء جون كان كمان صقر من سقور القوات اللبنانية إيه إنت عم تسألني عن هلأ صحيح إذا بدي أنهي بصورة إذا شلنا جوزاف أبو فاضل بن المعيد اللي وحطينا جون عزيز مع سليم جريساتي من تختار لا أكيد جون عزيز أكيد جون عزيز ليه يعني أقل الظاهر من خلال المغالات بطورية الرئيس عون بأعتقد جون كان يحرص أكثر اختيار آخر كتابين لإلك بثلاثين من الفضة وخديعة العصر أي كتاب من الكتابين كان أكثر انتقاماً من التيار الوطني الحر أو من الرئيس ميشيل عون صراحة يمكن اللي رح قوله هلأ تقول أنه أنا عم غالة وعم ببعد عن الأدبيات السياسية اللي تستعمل وتستهلك والله يشهد على ما أقول تحررت من مرض أو من عقدة لزمتني أو كانت تعيش معنا بزمن بمزدوجان العونيين هي الحقد والانتقام خديعة العصر وبيه المقدمة اللي كتبتها وباللي قلتوا جوا إنه عليكم تفهمون كنت رايد قد ما شفت ولمست واكتشفت حابب اللي مثلي اللي كانوا مثلي واللي بعضهم مخشوشين ومخضعين إنهم يكتشفوا الحقيقة بثلاثين من الفضة هو السويت إذا بدك فينا نقول توم دو لخديعة العصر لأنه فيه فرق تقريباً سنة وما قدرت إجرد كل المعلومات اللي بعرفها على فكرة على فكرة هني قادوك على الكتابين بثلاثين من الفضة وربحوا الدعوة عليك طبعاً طبعاً عندما يربحوا الدعوة عليك يعني هذا الكتاب فيه أمور مغلوطة ربحوا علي الدعوة لا لاحظة مش بالمعلومات أعطيك مثل عند قادة التحقيق أسأل هلأ خلصت الدعوة وصار فينا نحكي بجلسة التحقيق أنا ناشر تحويلات مالية قام بها العماد ميشيل عون إلى فرنسا بواسطة أحد المصارف دعوا علي بإفشاء السرية المصرفية مع أنه المحامين بيعرفوا والقانونيين بيعرفوا أنه السرية المصرفية لا تسري على من هم خارج القطاع المصرفي يعني أنت إذا موظف ببنك أكنت سائق أو رئيس مجلس إدارة تسري عليك أما أنا كخارج هذا القطاع لا لوم علي أنت أليك حق تنشر حساباتي وتحويلاتي أنا إذا كنت موظف ما إلي حق بأضوني بس إذا أنا شخص من خير لا 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 بالقانون ما حدا إلو معه أنا نشرت الوفائق يلي تثبت التحويلات المالية الدعوة علي مثلا بالإفشاء السرية المصرفية سقطت هذه بس بيشور ربحوا الدعوة بالقدح والزم لأنه استعملت عبارات قدروا من خلال المحكمة قالت أنه أنا ما إلي حق استعمل هذه العبارات أما الوقائع هي مستندة وبعدين فيه أيهما كان الأكثر انتقاما يعني حسيت حالك في الشيء تخلقك أكتر في الشيء تخلقك أكتر بتنال لأنه مطربطين مع بعضهم البعض بعد الفاصل ماذا ينتظر المحامي المحفوظ من أسئلة محرجية ومواقف محرجية دائما عبر صوت بيروت انترناشنل وصفحة بيروت سيتي على فيسبوك ابقوا معنا سؤال محرج في السياسة هل ما قامت به القضية غادة عون عملاً بطولياً إصلاحياً أو تمرداً قضائياً؟ إذا في عبارة تعبر أكتر عن عبارة التمرد القضائي بنصحك موقف محرج بوركت أيادي الشباب اللبناني بوركت أيادي الناس اللي ضربت هوا العلا صحيح إذنك جبران تبكين داحي جبران خرق لبيتي يوم متى هل توافق أنتوان زهرة؟ رئيس بعين لي غازي كنعان أو رستم غزالي أو حسن نصر الله بالنسبة لإليه هن زيتهم والعماد ميشيل عون ينتمي إلى هذا الفريق وفي ضباط وفي قضاة يتقادعون أموال من حزب الله اتهام كتير كبير هل تمتلك أدلية؟ الوزير باسيل قال لهم معلش يعطوني فرصة بس أعمل رئيس جمهوري وجوابوه أنه عمك قبلك قالنا ذات الشيب تبيعمل قانون محاسبة سوريا ويروح بيرتمي بحضن بشار الأسد بشرع سلاح ميليشيا حزب الله شو بيكون؟ انت اتهمت شخص اسمه سبيل شعجع وقالت معك تسجيل بيدينه بيقول روح يسأله إسلام بدتي أسمح تسجيل أول شي بدأ خطأت بدتي أسمح تسجيل جاء تسمح تسجيل؟ أهلا بكم الجديد نتابع هذه الحلقة مع ضيفي رئيس حركة التغيير الأستاذ إلي محفوظ ونصل إلى سؤال محرج بالسياسة ودائما عبر صوت بيروت انترناشنال LBC انترناشنال وصفحة بيروت سيتي على فيسبوك سؤال محرج في السياسة السؤال هل ما قامت به القاضية غادة عون تعتبر عملاً بطولياً إصلاحياً أو تمرداً قضائياً بغض النظر عن خلفيتك السياسية ونأمتك السياسية على تيار الوطني الحر لليوم إذا فيه عبارة تعبر أكتر عن عبارة التمرد القضائي بنصحك تحطها لأنه أقله بالشكل قبل ما نحكي بالأساس وبالمضمون الشكل أمر يندله الجبين أنه القضاء اللبناني يصل إلى هذا المستوى اللي يوصلنا له أنه قاضي بياخد محتويات أو مضموطات بيضعها بمنزله تحت ذريعة أنه ديبويات عدليت بعبدة فيها ناش طيب شو رأيك أستاذ توني بكرة إذا ضابط بالجيش اللبناني بيسحب دبابة أو هاوين أو مدفع 155 وبيقول الدبويات رحمهو ال 155 فيه ناش وفيه رتوبة بيخدها وبيحط المدفع ببيته أو بيضايعته هذا شو منسميه طيب هذا الأمر ينسحب على كل مؤسسات الدولة إذا فيه مثل هذا السلوك والتصرف بقيادة الجيش ولكن هناك ما يثبت أنا قريت توضيح وتبرير وما بعرف إذا صادر عن حضرة القاضية نعم يقال بالتوضيح بأنه اضطر اتخذون لأنه ديبويات أو مستودعات عديت بعضها أنت قريتها أنا قريتها ولكن منقرأ إشياء كتير نحنا على السوشيال ميديا وعم جاوب في حال كان هذا الأمر حصل بس أنا لا يحق لنا أنه نحكي عن شيء نحنا مش متأكتين منه بالنقطة الأولينية طبعا بالشكل يلي صار التصرف فيه من خلال ما شفناه واللي يندى له الجبين أنه كان منقول لايف على شاشات التليفزيون وما أدرك الخارج يلي نحنا بدنا شيء أن نبين للخارج أنه نحنا عنا دولة ودولة ومؤسسات في بعض الخارج شفوا أنه هذا عمل بطولي أنه هذا قاضي متمرد على الفساد متمرد على الفساد السياسي الذي يستعمل القضاء لحماية بعض الفسدين بلبنان وهي اخترقت كل هذا الفساد لكشف حقائق أين ذهبت أموال المدعين اللبنانيين ومن تسبب ستوني وقتل بتكون أنت بوظيفة بأي وظيفة بالدولة وفي فوقك رئيس وإنت تتمرد على رئيسك وهون برجع بردك على قصة الانقسام الحاصل أنه في ناس شافت فيه عمل بطولي وناس شافت فيه مخالفة وتمرد على القضاء مثل على أيام العماد ميشيل عون وقتل كان رئيس حكومة انتقالية كان فيه فريق عم بيقول عنه متمرد وكان فيه فريق عم بيقول أنه لا هو الشرعي ويمثل الشرعي لذلك هيدا النقاش والسجال دايماً رح تشوفه بس على الأقل بالسلوك واللي شفناه يعني لا يجوز ومش صاير بعد بتاريخ لبنان نصل الآن إلى موقف محرج الموقف المحرج الأول كيف ترى الاعتداء الذي حصل على بعض المواطنين السوريين اللي كانوا رايحين ينتخبوا بالسفارة السورية على أتوستراد نهر الكلب وشفنا اللي صار إلي محفوظ كيف يرى هذا المشهد وكيف بيوصفه وشو بتقول عنه بالعنوان العريض بوركت أيادي الشباب اللبناني الذي عبر عن موقف كان من المفترض أنه يتعبر عنه بشكل من الأشكال بوركت أيادي الناس اللي ضربت هؤلاء صحيح وتصحيحاً ليس فقط اللبناني من اعتدى على جماعة بشار الأسد في لبنان إنما كمان هؤلاء الأشخاص يلي اعتدوا على اللبنانيين أنت بتعتدي علي وقت اللي بتحمل صورة بشار الأسد وهن بيعرفوا تماماً شو بتعني بالنسبة لكتار من اللبنانيين توصل على ساحة ساسين تحت ضريح أو تحت صورة بشير الجميل ترفع العلم السوري وترفع صورة بشار الأسد بقلب ساحة ساسين أنت طالع على يارزة بايع بشار الأسد ليش بدك تقطع بالأشرفية لي بدك تستفز الناس بمكبرات صوت وأنا قلت بمؤتمر الصحافة ورح يرجع أولى عندك طيب إذا قاطع حدا من عائلات الراهبين الأنتونيين إذا قاطع عائلة بوترس خواند وشافوا هيدا المنظر وما شافوا النخوة اللبنانية تعمل ردة فعل ولو بالحد الأدنى لأنه أستاذ توني لو قطعوا وسبق لقلهم من أربع سنين أو من خمسة سنين قطعوا ما حدا لحص فيهم ولا عملوا ردة فعل بس إنك تقطع بهيد المناطق تستفز الناس بصور وبشعارات وبأغاني وأنشيد هن بيعرفوا تماما إنه الصورة شو عامل بلبنان وشو بعضه عم يعمل بلبنان لا ما رح تقطع هيك وإذا رجعت تكررت بذات الشكل وبذات السيناريو رح يرجع أول من أول وجديد بوركة أياد الشباب ياللي عملوا ردة فعل طيب ما وصفتوه بالاستفزاز برأيك إنه كان عملية تلقائية طبيعية وإلا كان محضر لإله وفي مين كان راسم هذه الصورة يعني إنها تصير بهذه الطريقة لا واضح الأسد كان عم بيخود معركة رئيستو انطلاقا من لبنان واضحة لأنه لو لو النية كانت بس كيف معركة رئيستو انطلاقا من لبنان كلنا بنعرف بأنه بالرغم من كل الأجواء اللي عم يشوفها الإيجابية أنه فيه انفتاح السعودة عم بيروح الأمريكاني عم يعطي مجال الإماراتي بده يرجع يفتح سفارة كل هذا الأمر لا يكفي لبشار الأسد بده ساحة أساسية يبين فيها عضلاته هذه المشاهد لش حصلت بسوريا حتى بسوريا حصلت ما حصلت بسوريا لبنان بالنسبة لقلهم خاصرة رخوة وماعتبرينها ساحة وملعب بيقدروا يستبحوها مثل ما بيريدوا موقف آخر الصورة مثلا لأنتوان زهرة الكلمة بسوط وعن بيزقف إلا أنتوان زهرة مكشر هذه بوقت معراب إعلان اتفاق معراب بمعراب وهذه الصورة كتير وقتها تم تدولها والتعليق عليها إنه كأنه طالع غصبا عنه يعني كتير علقوا توني زهرة طالع غصبا عنه على هيدا الاتفاق اللي مش عايش بواي حسبني بالأحزاب فيه أراء متعددة بس الحزب المتماسك بس يتداول بالأراء لك أنت كيف كان تعابس لك جبران كيف كان ضاحك مع أنه أنت اللي بمعراب ببيتك جبران لأنه جبران خرق لبيتي يوم متى ولكن نتيجة وين صرنا نعم هل توافق أنتوان زهرة أن جبران خرق بيت القوات في ذاك اليوم أو أنت عند حزب الله وفي ضباط وفي قضاة يتقادون أموال من حزب الله ضباط وقضاة يتقادون أموالا من حزب الله اتهام كتير كبير مش لحزب الله اتهام لجسم القضائي وللمؤسسة العسكرية أنه هناك قضاة وضباط يتقادوا أموال من حزب الله هل تمتلك أدلة على ما قلت لا ما عندي أدلة كيف بتقول شيء ما عندك أدلة على نعم كيف بتقول شيء ما عندك أدلة على بهذه الخطورة وقت اللي حزب الله يمسك بكل المفاصل وبكل المؤسسات وبيقرر الحرب والسلم وبيعمل معارك وبيفاوض وبيرد رهائن وبالتالي أكيد بالتحليل السياسي والمنطقي أنه مثل ما عنده بالسياسيين ناس بتشتغل عنده أكيد عنده بكل الأجهزة القضائية وغير القضائية ناس بتشتغل عنده ايه بس أنت محامي يعني أنت محامي يعني كل كلمة لازم تقولها مفروض تكون موثقة ويعني أنت عم بتقول ضباط عم بيتقادوا يعني كرسي أنا وقت اللي بسمي يعني إذا حزب الله وقت اللي بسمي اسم أستاذ توني نعم وما بثبت أنه هذا الشخص دليل على أنه أنا ما سميت أشخاص سميت أشخاص ولكن ضباط وقضاط نعم أنا عم تتهم الجزء يعني لو سميت كنت حصرت بضابط هلأ حصرت بالمؤسس يعني عممت بالمؤسسة العسكرية سياس توني والقضائية كيف بيسمح لحاله ضابط أو قاضي أو مسؤول أمن يقعد بمطاعم وعم يشرب سجار مدعو من أشخاص إلو المصلحة إما مع هذا القاضي أو مع هذا الضابط وهي دي كنا نشوفها وطبعا هذا العمل ليس فقط حزب الله يقوم به في كتير أجهزة في كتير أحزاب بس نحن سائبة الحديث عن أنه عم نحكي بهيدا النقاش أنه حزب الله يمسك بكل مفاصل الدولة ما رفع عليك دعوة قيادة الجيش أو المجلس القضائي أنا لا سميت الجيش ولا سميت يعني عم تقول ضباط وقضاء أستاذ توني كم ملف فيه بالمحكمة العسكرية عن رشاوي بتتذكر ملف الحربية المدرسة الحربية خلصت القصة مين عم يحكي فيها اليوم هذا دليل على اللي أقول لك أنه نحن مخرقين بكل الأجهزة وبكل المؤسسات مشان هيك كلام البطاريارك الراعي حاول تفكيك الشرعية وتحرير الشرعية من هيمنة ميليشي حزب الله كمان موقف محريش بكل زياراته حتى الوزير بسيل بيحكي شيء عن حزب الله وهون بيعمل شيء تاني وعاكل أحدهم نقل عنه بأنه هو قال لهم معلاش يعطوني فرصة بس أعمل رئيس جمهوري وجوابوه أنه عمك قبلك قال لنا ذات الشيء وقت العمل رئيس جمهوري يلتسق أكتر بحزب الله طيب أنت دائما خبروني وقيل وقرأت وسمعت يعني غريب أنك دائما تتكل على قال وقيل وقرأت وسمعت يعني ولا مرة كان عندك دليل على هذا الكلام 1559 وأنون محاسبة سوريا بس وين دليلك على هذا الحديث اللي قاله الوزير جبراميسي 1559 وأنون محاسبة سوريا يتباهى حتى فخامة الرئيس وكل الطيار يعني ثقافة الطيار سابقا أنه نحن اللي عملنا قانون محاسبة سوريا اللي بيعمل قانون محاسبة سوريا ويروح بيرتمي بحضن بشار الأسد وبيشرع سلاح ميليشيا حزب الله شو بيكون ازدواجي أو لا بقلك فلس سوريا من لبنان ليش القاسي والداني يعلم بأنه معظم مش معظم كل الدول عواصم القرار بالعالم تقاطع رئيس الجمهورية والطيار الوطني الحر خلي يقدر يلتقى مسؤول أمريكي مبارح يعني رأى على روسيا وعمل طيب بس أنت خبرت خبرية طويلة عريضة أنه قلوا قال لهم أنا بعملكون هيك وأنتوا عملوني رئيس قالوا له عمك سأب لك يعني السيناريو طويل علي لا 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 أول شيء هذا الكلام مش أنا قلته ديبلوميسيين أمريكيين قالوا هذا الكلام أنه وقت كان يلتقى فينا ويقولوله أنه أنت مرتمي بيحضن حزب الله يقول لهم هاي دي مرحلة انتقالية بكرة أنا إذا تعطوني سيئاتكن تماماً مثل ما قالوا السوريين للعماد مش العون أنه حل قصة القوات اللبنانية وبتطلع على الرئاس ومشان هك صار فيه قبل حرب الإلغاء كان فيه مني حرب إلغاء إذا بتتذكر سبحانه لمغير الأحوال ومغير المواقف يعني أنت برأيك أن العقوبات على الوزير جبران بيصير محقة ويجب أن تكون بالسياسي أكيد بالقانون في إدارة أمريكية وأنا بنصحه ويروح على مكاتب محامات ذات اختصاص بهذا الموضوع ما بعرف زراح أنا ما شفت أنه راح ويقدم دعوة ومراجعة بالدولة الأمريكية لحتى يطالب برفع هذه العقوبات موقف أخير هلأ تحولت إلى ناطق بإسم اللوات البنانية أنت اتهمت شخص اسمه سبيل جعجع وقالت معك تسجيل بيدينه بيقول روحي تقول له إسلام بدي أسمع التسجيل أول شيء بدأك فوت بدي أسمع التسجيل أول شيء بدأك فوت أطلع سؤال بدي أسمع التسجيل أنا قلتلك في تسجيل يا جنرال عم قلتني طلع خلاص فإذا صوي بالمسار وما بقى تتراجع حلصت الزجا أول شيء ما تقلل الأدب يا إلي ما أحد أقل الأدب لا لا ما أقل الأدب أقل الأدب أنت أقل الأدب على دكتور سمير جعجع وأنا ما بسمح لك لا أقل دكتور جعجع أقول لها غيره نعم كيف صرت محامي دفاع عن سمير جعجع بدي أقول لك نقطة أنا مبارح العماد ميشيل عون صار معه شغلتين ويمكن ما انتبهت لهم حضرتك وقت الكام بإحدى القمم العربية وقع على صحيح عملت موقف وقلت عيب عكل مين يشمت كلنا رح يجي نهار نكبر ويمكن نوقع فقدروا وهذا الأمر أمر معيب وقت اللي أخطأ بلفظة فجر القروض إذا تتذكر كمان صار في تهكم وكتار عابوا علي هذا الموقع إنه عم تدافع الموضوع ما له علاقة بالدفاع له علاقة بالأخلاق أنا إذا وجدت بمكان وحد أحكي عن توني خليفة بالسوق أو بأمر خاطئ وما بدافع عن توني خليفة مطرح ما أنا موجود بيكون أمر معيب علي أنا بحق أنا وطبعا إذا تعرض دكتور سمير جعجع لأي اتهام وأنا موجود وما دفعت هاي دي من شيامي وهي من عداتي لا تسمعت التسجيل؟ لا ما بعد تسجيل ولا مرأي يعني ما فيه هو عم بيقول إنه دكتور سمير جعجع حرّض على إنه قتلوا مسلمين لا أنا سمعته وأصلا مش موجود هيدا التسجيل بس سالم بيأكد إنه موجود بيأكد وقلنا له جبلنا التسجيل حتى نسمعه رجع بعدين في توضيح بيقول إنه هو بالمعنى المجازي للكلمة إنه روح قتلوا مسلمين المحامي لمحفوظ رئيس حركة التغيير شكرا لك على حضورك معنا في هذه الحلقة ألف شكر لألك شكرا لكل المتابعين على أمل لقاء فيكم بحلقة جديدة دائما عبر صوت بيروت انترنشنل و ال بي سي انترنشنل وصفحة بيروت سيتي على فيسبوك تصبحون على أكبر اشتركوا في القناة